صباحكم سعيد مجددا أحبتنا مشاهدين برنامج يوم جديد دائما رسالة ورؤية مؤسس الإدعاء والتلفزيون وتحديدا من هذه النافذة الصباحية برنامج يوم جديد سبر وديدا هذا البرنامج هو تعظيم الإنجاز وأن ننظر دائما إلى نصف الكأس الممتلئ أحبتنا تحدثنا في بداية حلقتنا لليوم عن الخطاب السياسي على وجه التحديد بما يتعلق بالإشاعة وتفنيدها وسننتقل الآن إلى الخطاب الديني أحبتنا ونحن أحوج أن نستمع من علمائنا ومن شيوخنا أيضا الإسلام الحقيقي السمح ومن خلال دائرة على غاية من الأهمية تحتفل بمئوية تأسيسها وضمن احتفالات المملكة أيضا بمئوية النهضة العربية الكبرى ننتقل الآن من خلال هذا الخطاب الديني إلى دائرة قاضي القضاء وبننا نصبح على ضيوفنا الكرام اللي شرفونا داخل استوديوهاتنا ببرنامج يوم جديد القاضي الدكتور واصف عبدالوهاب البكري القائم بأعمال قاضي القضاء في القدس الشريف والقاضي الدكتور أشرف يحيى القرالة المفتش العام للمحاكم الشرعية بدائرة قاضي القضاء ضيوفنا الكرام أسعد الله صباحكم على المستوى الشخصي أنا سعيد بتواجدكم حقيقة وبركاتكم في هذا الصباح الجميل أنتقل إلى القاضي الدكتور واصف البكري سيدي سنتحدث الآن عن المؤتمر الذي سيتم إطلاقه بإذن الله تعالى صباح يوم الأحد لكن قبل الحديث عن المؤتمر عن أهدافه عن التوصيات المحاور التي ستتحدث عنها وبمشاركة عربية إسلامية كبيرة ضمن هذا المؤتمر في مقدمة ودت أن تتحدث بها كما علمت قبل اللقاء تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أولا شكرا لكم أخي الكريم على هذه الصدافة والتلفزيون الأردني اللي يتيح لنا دائما الفرص الحديث حول منجزات وعطاءات دائرة قاضي المتجددة في الحقيقة يأتي نيقاد مؤتمر دائرة قاضي القضاء لهذا العام أو المؤتمر الثاني المؤتمر الشرعي القضاء الشرعي الثاني بمناسبة احتفالات المملكة التي نعيشها في هذه الأيام بمؤية النهضة العربية الكبرى وهي أيضا مئوية دائرة قاضي القضاء كما تعلم ويعلم الجميع أن دائرة قاضي القضاء دائرة أصيلة وجزء مهم لمؤسسات الدولة تزامن وجودها وتأسيسها مع إنشاء الدولة الأردنية فكانت أول حكومة أردنية أنشئت في عام 1921 وكان إنشاء دائرة قاضي القضاء التي أسند في منصب ومسؤوليات قاضي القضاء في ذاك الزمان إلى سماحة الشيخ محمد الخضر الشرقيضي وتعاقب أيضا بعد ذلك أصحاب السماحة على منصب قاضي القضاء وكلهم من العلماء الأفذاذ الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الأردن بل في تاريخ الفكر العربي والإسلامي على مستوى المنطقة كلها لأنهم كانوا حقيقة قامات وأعلام واستمر حتى وصول سماحة قاضي القضاء إمام الحضر الحاشميل أستاذ الدكتور أحمد محمد هليل فحقيقة دائرة قاضي القضاء جزء أصيل من نسيج هذه الدولة وجزء أصيل من مؤسسات الدولة كان لها صفة الريالة حقيقة ومازالت الحمد لله فلذلك نعقد المؤتمر تحت شعار ريادة وعدالة لأنها ريادة كانت من بواكير مؤسسات الدولة والتي استمرت الحمد لله رب العالمين وأيضا هي مؤسسة من المؤسسات المعنية بإعجاب العدالة وهذا ترجم لمعاني النخضة العربية الكبرى كما تعلم أن النخضة العربية الكبرى جاءت تحمل رسالة حقيقة ومعاني عظيمة منها مكافحة الظلم وإحقاق الحق ومجابة الباطل بكل صوره ولذلك دائرة قاضي القضاء تبنت هذه الرسالة وتبنت هذه المفاهيم بما أنها أصلا تعتبد في قضائها وفي رسالتها وفي وجتها إلى الشريعة الإسلامية القائمة أصلا على إحقاق الحق وإيصال الحق إلى أصحابه وإنصاف المظلوم فهي دائرة عدالة ودائرة ريالة فهي القضية فيها تناغم بين مئوية النخضة العربية ومئوية دائرة قاضي القضاء التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها أن تستمر في إنجازها وفي عطاها المستمر المعهود إن شاء الله سأنتقل إلى القاضي الدكتور أشرفيحياء العمري أسعتنا بقدومك أيضا وأنت المفتش العام للمحاكلة الشرعية سأبدأ من حيث منتهى القضي الفاضل ريادة وعدالة وهو عنوان كبير وعريض للمؤتمر الذي سيتم إطلاقه بإذن الله صباح يوم الأحد نتحدث عن أهداف المؤتمر بشكل مباشر وبعد ذلك ننتقل إلى المحاور الرئيسة التي سيتم الحديث بها من خلال المؤتمر أسأل شكرا لك الحقيقة تعقد أرقاض وقضاء هذا المؤتمر تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي ولي العهد المعظم حمد الله ورعاه ويأتي هذا الحقيقة المؤتمر من جملة أهداف من ضمن أهداف هذا المؤتمر إبراز دور دائرة قضاء في ما يتعلق باحتفالات المملكة في النهضة العربية الكبرى ثم إبراز دور دائرة قضاء التاريخي فنحن سنتحدث عن التاريخ وعن الإنجاز نتحدث عن هذه الإنجازات التي قدمتها دائرة قضاء ثم نتحجز عن الطموح نتحدث بعد ذلك عن الطموح إن شاء الله الذي نسعى إليه في مقتبل الأيام هذا المؤتمر سيشارك في نخبة من العلماء من الدول العربية والإسلامية يهدف إلى وجود تشاركية مع أصحاب الفكر في العالم العربي والإسلامي مع أصحاب الفضيلة العلماء من داخل الأردن حتى نصل إلى حلول لما يجد لدينا من قضايا بتعرف الآن تطور العالم وتطور ومستجدات الأمور فنحن لدينا مستجدات كثيرة علمية وقضائية وتطبيقات عديدة فنجمع نخبة من العلماء للحديث عن هذه المستجدات حتى إن شاء الله نتشارك الرأي والفكر معهم لنصل إلى جملة من الحلول الواقعية والنخبوية والمتطورة حتى نضعها أمام هيئات القضاء الشرعي لدينا في المملكة الأردنية الهاشمية وحتى أمام هيئات القضاء في مختلف دول العالم الإسلامي والعربي أيضا حتى نضعها أمام المحامين أمام المختصين أمام المفكرين والدارسين والباحثين حتى نصل إن شاء الله إلى رقيف الطرح وإلى رقيف العطاء فلما نقول نحن ريادة وعدالة دائما نبحث عن العدالة الناجزة التي نستطيع أن نوصل الحقوق لأصحابها في أسرع وقت وفي كلفة أقل وفي راحة من البال وطمأنينة لأننا نتحدث في نهاية عن الأسرة في الغالب نحن في دارة قاضي القضاء أهم القضاء التي نعالجها في المجتمع الأردن هي قضاء الأسرة الأردنية وبالتالي نحن بحاجة إلى حلول تراعي هذه الخصوصية فيما يتعلق بالطرحات القضائية نتحدث عن محاور المؤتمر هي محاور عديدة إن شاء الله لكن ضمن هذه النظرة وضمن هذه البوتقة هذه الأطر العامة التي سيركز عليها المؤتمر المحاور الرئيسة نتحدث عن الذية الشرعية نتحدث عن النيابة العامة نتحدث عن الإيواء الأسري كما تفضلت ودارة قاضي القضاء جزء أصيل إذا تحدثنا بارتباطها بالأسرة من ناحية قوانين الأحوال الشخصية على وجه التحديد هذه المحاور الرئيسة الإيواء الأسري مستجداته على سبيل المثال وانسجامه مع الشريعة الإسلامية وأيضا الذية الشرعية ستفرد لها بالمؤتمر أيضا مساحة كبيرة من خلال العلماء الأجلاء ودول عربية واسعة تفضل دكتور أستاذ الكريم حقيقة المحاور هي كانت تأخذت صفة الناحي العملية التطبيقية الإجرائية يعني القضية المهمة حقا القضاء ليست قضية قضية تنظيرية فلسفية خيالية وإنما هي قضايا عملية واقعية تعيشها المحاكم الشرعية وبحاجة إلى معالجات عملية فبالتالي قضية نريد أن نستفيد من هذا المؤتمر في قضايا نطور من خلالها عمل محاكم الشرعية فكان بعض المحاور القائمين على هذا المؤتمر ارتأوا أن هذه المحاور أساسية ومهمة أن نبحث فيها كان من ضمنها موضوع النيابة العامة الشرعية وأثرها في حماية الأسرة والطفل طبعا النيابة العامة الشرعية من المعلوم أنه الآن عندنا تم تشريع جديد في دائرة قاضي القضاء تم بموجب استحداث المحكمة العليا الشرعية والنيابة العامة الشرعية فالنيابة العامة الشرعية والمحكمة العليا الشرعية أصلا ما كانت موجودة عندنا وبدأ العمل فيها مؤخرا جديدا فبالتالي الآن نحتاج إلى تعميق فهم النيابة العامة الشرعية وحمايتها للأسرة طبعا السياسة العامة أو الفكرة العامة أصلا لداءة قاضي قضاء تقوم على حماية المحافظة على الأسرة باعتبارها جزء من المحافظة على الأمن الاجتماعي العام النيابة العامة الشرعية المقصود فيها أن تقوم هذه النيابة وهذه الجهة الاعتبارية بتحريك الدعاوة المتعلقة بالحق العام متعلقة بالحق العام الشرعي متعلقة بحقوق القطفال القاصرين المعاقين الناس التي تحتاج إلى رعاية وإلى دعم هذه الفكرة أخي الكريم. وأحب أن أوضح للمواطنين. ليش استحدثنا النيابة العامة الشرعية؟ النيابة العامة الشرعية في قضايا متعلقة بحق العام. كان قديما إما أن يقيمها صاحب العلاقة. وإما أن يقيمها إذا تخلى عن صاحب العلاقة. كان القاضي يقيمها. القاضي يسبح في حرج. كيف يكون قاضي ويكون مدين في أن واحد؟ فيك الخصام وأنت الخصم والحكم. إذن لا بد أن تكون جهة محايدة. يعني هي التي تتولى الإدعاء. إضافة إلى في قضية مهمة جدا. أن بعض الناس أثناء الفترة السابقة كانت تتخذ موضوع الحق العام الشرعي تقيم دعاوة كيدية. تريد أن تغتال الشخصيات. يعني شخص معروف بالنزاهة. بالاستقامة. بالخلق الحسن لإعتبارات شخصية. يريد أن يقتل هذه الشخصية ويقيم عليه دعاوة مثلا. إما طلاق وإما ردة أو غير ذلك. وهو غير صاحب مصلحة. لذلك جاء القانون ووضع آليات معينة. أنه الذي يقيم ويحرك الدعاوة. إما صاحب وتبين أنها موجهة كما تتفضل. كيدية. أراضي. 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 للأسف. لكن يكون بها مساس بشخص. اغتيال. اغتيال حقيقة. في قولية المجتمع. نعم. حتى نضع. لا يكون هناك تعسف في استخدام الحسبة أو الحق العام الشرعي. يكون هذه الدعاوة. إما من الدعاية العام أو من صاحب العلاقة المباشرة في إقامة هذه الدعاوة. نعول عليكم كثيرا. فضيلتك. نتحدث الآن بعد الخروج بتوصيات هذا المؤتمر. وارتباطه بشكل مباشر بالأمور العملية الإجرائية التي تسهل عليكم عملكم. وأيضا تخدم المواطن بشكل مباشر. أو الأسرة بشكل مباشر. كيف ستنعكس على طبيعة عمل المحاكم الشرعية بعد الخروج بتوصياته؟ نحن نرتقب إن شاء الله من المؤمل أن تكون هناك توصيات عملية وتطبيقية حتى نعالج كثير من القضايا الأسرية. يعني من ضمن المحاور الأساسية مثلا موضوع الإيواء الأسري. تعرف الآن في المجتمع يعني هناك حالة من ازدياد من العنف الأسري. والاعتداء على الأسرة بكينونتها. سواء الاعتداء على الأطفال أو على المرأة داخل الأسرة. وهذه القضايا بازدياد. من أهم البحوث التي ستناقش داخل هذا المؤتمر إن شاء الله ما يتعلق بالرعاية البديلة. لدينا الآن عدد كبير من اللاجئين في الأردن الموجودين. وحسب إحصائيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدينا تقريبا ثلاثة آلاف طفل غير مصحوبين. يعني موجودين على الأراضي الأردنية مع غير ذويهم. نحتاج إلى تأصيل فكرة الرعاية البديلة. فاكد السند القانون. فاكد السند الأب والأمة في لهم أبا وأمهات. أيضا لدينا فئة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقات. وهؤلاء أيضا يحتاجوا إلى رعاية خاصة فيما يتعلق بأسرهم. ونبد العنف المتعلق بهم. هذه القضايا سيعالجها المؤتمر. سيربط ما بين النياب العامل ذكرها فضيلة الدكتور واصف وعلاقتها في حماية الضعفة من الناس. خاصة ما يتعلق بالأطفال. ذوي الاحتياجات الخاصة. الأطفال غير مصحوبين. تأطير لعملية الرعاية البديلة. حتى نحاول إن شاء الله أن نضع حدود على مستوى الوطن. حلول على مستوى الوطن. وليس فقط على مستوى دائر قاضي القضاء. هذه التوصيات إن شاء الله سنخرج بها في النهاية ستعلن على الملاء. وسنبدأ إن شاء الله بتطبيقها ببشرة بعد انتهاء نتمنى لكم التوفيق وبما يتعلق بفاقدي السند الأسري. نحن بين قوسين التسمية الشعبية نقول عنهم الضعوف. هم ضعفة القوم. نعم هم ضعفة القوم. أنا بدي أشكرك. أستاذ المجحيم أن نشكر. هناك داعم رئيسي لنا إن شاء الله سيكون في هذا المؤتمر وهو البنك الإسلامي الأردونيس. نحن نقدم له الشكر على الهواء للجهود وهو شركة استراتيجي أيضا لنا وداعم لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. القاضي الدكتور واصف عبدالوهاب البكري القائم بأعمال قاضي القضاء بالقدس الشريف. وأيضا فضيلة القاضي الدكتور أشرف يحياء العمري المفتش العام للمحاكم الشرائية بدائرة قاضي القضاء. كل شكر لكم. نتمنى لكم التوفيق. أحبتنا. فاصل قصير. ونواصل معكم باقي فقراتنا. فابقوا معنا.